سكان الأنبياء هي أرض فلسطين نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعد أن ترف قومه وهاجر إلى أرض فلسطين نبي الله داود عاش في أرض فلسطين وبنا محرابه في أرض فلسطين وأما عن ولده نبي الله سليمان فإنه قد حكم العالم بأكمله من أرض فلسطين والنملح التي تكلمت مع نبي الله سليمان كانت في قرية النمل في أرض فلسطين نبي الله زكريا بنى محرابه في أرض فلسطين نبي الله موسى بن عمران طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض فلسطين وسموها بالأرض المقدسة لأنها طاهرة مطهرة إلى يوم الدين نبي الله عيسى بن مريم كانت ولادته على أرض فلسطين السيدة مريم وفي أشد حالة ضعف المرأة لما هز بجزع النقل كانت في أرض فلسطين المسيح الدجال نهايته ستكون في أرض فلسطين يأجوج ومأجوج ستكون نهايتهم أيضا على أرض فلسطين أرض المحشر والمنجر إنما هي أيضا أرض فلسطين المسجد الأقصى في أرض فلسطين الصلاة الواحدة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وهو أيضا في أرض فلسطين النبي صلى بكل الأنبياء وهو في أرض فلسطين عرج بالنبي إلى السماوات العلى من أرض فلسطين التراث العريق تجده في أرض فلسطين مهد الحضارات هي أرض فلسطين أرض الرسالات هي أرض فلسطين إذن فهي رائدة الحضارة ومنطلق الجدارة فلها من المكانة العظيمة منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين الصالحين والمكرمين المعابدين والمسلمين الراكعين القائمين الساجدين وأقول رسالة إلى كل فلسطيني أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك المعتز بنسبك وحسبك إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنفق له بكل فخر ألا وإنني من بلد الرجال ألا وإنني من أرض فلسطين ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الأذان ألا وإنني من أرض قد انتشر فيها الإيمان ألا وإنني من أم قد أرضعتني لبن الحرية وأب علمني حب فلسطين من الأبجدية وقل شامخا وبكل فخر فلسطين عربية إلى يوم الدين فلسطين عربية الله إحنا عرفنا ليه بشكل هبيب ربنا العزيز كلام جميل وفلسطين صميم عندك كم سنة عبد السلام عنده 40 سنة اللهم صل على نهاية بعديك ربنا بركة في عمرك حبيبك ربنا بركة في عمرك موقع